بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بقى في الباب الخامس في الفايدة المركبة وهو سداد واستهلاك القروض أنا هباخد قرد من شخص أو من البنك بيبقى عندي الطرق لسداد واستهلاك استهلاك قرد يعني بينقص القرد معايا مع الوقت طيب في عدة طرق لسداد القروض دي طبعا القرد احنا نعارفين اللي هو المبلغ اللي يستحق على شخص ما لشخص آخر سواء كان أي من هما شخصا طبيعيا أو اعتباريا وقد يكون القرد في صورة مبالغ نقدية فيصم قرد عادي أو في صورة السندات سندات زي ما خدنا في الفايدة البسيطة أو شركات أو يعني اللي هي ورقة بنكية ويقصد باستهلاك القرد سدادها وفويدها طبعا أي قرد حراجة ما تاخد تمويل 100 ألف ما بتسددوش 100 ألف بتسددو أزيد عشان فيه فويد فقدم يعني عدة طرق لسداد هذه القرد طبعا تبقى حسب الاتفاق يعني فعندنا طريقة الجميلة والظريفة اسمها طريقة استهلاك القرد بأقصات متساوية من أصل القرد فقط مع سداد الفايدة المستحقة على الأرصاد المتبقية مع القصة المتساوية من الأصل هنشوف إزاي والطريقة الثانية حاجة اسمها سداد القرد برضو بأقصات متساوية بس مش من الأصل فقط من الأصل والفوائد معا أنا هركز على الطريقة دي دي الطريقة الأهم عندي اللي تخصينا في هذا الكتاب وفي المنهج وهركز عليها ونشوف بتتحل إزاي نمسك الطريقة دي اللي هي سداد القرد على الأقصات المتساوية من الأصل فقط مع سداد الفايدة على الرصيد دي اسمها كده طريقة الفايدة على الرصيد اسمها كده اختصارا يعني لكل العنوان ده اسمها طريقة الفايدة على الرصيد طبعا هيدا شرح لك نظريا إزاي هتتم هذي الطريقة يتم سداد أصل القرد طبعا الرموز يا جماعة ما هأنزل الله بها من سلطان يعني أصل القرد ده من سميء هنا في الكتاب لكن انت ممكن تكتبه أصل القرد بالعربي عادي على أقصات دورية متساوية خلال مدة القرد مع دفع فايد الرصيد مع القسط المتساوي يبقى نسمي القسط المتساوي وهذا يعني أن الرصيد المتبقم القرد عبارة عن أصل القرد مطروحة منه مجموعة الأقصات طبعا لو أنا عادت أتكلم من هنا للصبح بالعربي كده مش هتفهمها إلا في مسألة عامل لكن أنا لخصت لك الخطوات على طول وبعد كده هناخد لعمل طيب الخطوات دي بتمشي من أول هنا كده الرصيد المتبقم قرد تساوي القرد نقص مجموعة الأقصات المتساوية المسددة هنعرف إزاي في العملي كما أن الفايدة المستحقة مع القسط عن فترة ما تحسب على رصيد القرد هي الفكرة في إيه هقولها لك بسرعة كده وإنت بقى إقرأ الرموز دي مع نفسك كده بسهولة دي مجموعة الفايد المسددة طبعا أنا كتبها لك باللغة العربية هنا اللي هي مكتوبة في الكتاب بالشكل ده اللي هي إن عدد الفايد على اتنين في آي وان الفايدة الأولى في آي إن اللي هي الفايدة الأخيرة فكرة القصة دي يا جماعة أنا مثلا أخذ ألف ريال على عشر سنوات مثلا يعني إيه بسدد أقصات مساوين أصل القرد فقط أنا خدت أصل القرد ألف لسه ما حسبش الفايد ألف على عشرة يعني أنا كل مرة الرجل ده هشوفه أديله مية يبقى أنا أديله مية طب فين الفايد الفايد على الرصيد يعني إيه الرصيد أنا أول ما خدت منك الفلوس كان معايا ألف بس لما اديتلك دلوقتي أول حاجة اديتلك مية اتبقى معايا في إيدي كان بقى المرة اللي بعدها تسعمية بعدين اديتلك مية عشان كل مرة ده اسمه قصة متساوي يعني ثابت كل مرة اديك مية فالقرد بيستهلك بإيه بالأصل خلاص اللي هي القصة المتساوي من الأصل اللي هو المية كل مرة نقص مية 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 غاية ما القرد يخلص خالص بعد العشر فترات دول فكرة الطريقة وهي بسيطة جدا لو ما فيش أي مشكلة وعاكينا نحسب الفايدة بتاعت كل فترة لوحدها فايدة الفترة قوله أخذ القرد اللي أنا خدته في إيدي أضربه في المعدل في فترة دفع الفترة نشوف قد إيه هيطلع للفايدة الأولى طيب الفايدة التانية بعد تحسب على الرصيد أروح شايف رصيد أول فترة اللي فاتت اللي هي القصة المتساوي في المعدل في فترة الدفع طبعا هنشوفها عملي كويس جدا في المسائل اللي جاية وهنعرف إزاي نحلها والرموز بس نعرفها لأن دي الرموز اللي موجودة عندنا معتمدة عندنا في الكتاب لكن هي بسيطة ممكن نستعيد عنها باللغة العربية عادي فيش مشكلة لكن الرموز سهلة وما فيش تعقدات وإن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي نطبق عملي على هذا الدرس موسيقى